الحاجات اللي بقينا نسمع أنا أقول لك بقى شيلي بقى المبايد شيلي الرحم الحاجات دي بقى مش خلفتي خلاص عايزها تعمل إيه الحكاية دي وقى دي بقينا بنيسمع كتير عن يعني فيه ناس طبعا بتبقى مضطرة لأسباب طبية إنما فيه ناس بقى بتشيله خلاص ده صحيح بس الحقيقة أنا يعني برضو مبسوط بالوعي عند السيدة والمرأة المصرية والبنت المصرية يعني حتى اللي بتيجي سيدة وبتتكلم في حاجة مبايد وكده هو بتلاقي بنتها بتسأل على الحتة دي تؤهمية المبايد وتتشاله لما تتشالش هو طبعا شيلي المبايد لإنه خلاص الدورة اتقطعت مثلا فمحتاجها لإيه كلام ده طبعا مش صحيح المبيضين مهمين جدا جدا للسيدة زي ما قلنا بعد انقطاع الطمط هما بيكملوا في إفراز الهرمونات اللي هي كفاية لمحافظة على جودة الحياة للمرأة من ناحية منع الحشاشة الحادة ان يحصل مرة واحدة منع مشاكل في ضغط الدم منع مشاكل في المزاج ده ده المرأة منع مشاكل في الحالة النفسية يعني الانطواء أو كده فوجود المبايد مهم جدا بعد انقطاع الطمط فطبعا حتت انه طب ليه تم خلاصنا ما تشيليه ده كلام ده طبعا مش صحيح المبيضين طول ما فيه يعني ما فيهش ضرر منهم فيه فايدة ليهم فبنسيبهم طبعا امتى يبقى شيل المبايد مهم او ضروري ضروري لو فيهم اي مرض ما نقداش نحافظ بيهم على اي انسجة من المبيض حاجات غير حميدة لقدر الله اصابت المبيضين لان لو فيه حاجة غير حميدة اصابت مبيض واحد لدى بنت او سيدة في مقتبل الحياة الزوجية او كده لا ممكن عن طريق الجراحة التحفظية نقدر نحافظ على المبيض التاني نشيل المبيض اللي هو مصاب بهذا الامر اللي هو المنظر قبل الجراحة من الاشاعات والتحاليل ودرقات الاورام انه ممكن يكون مش كويس لأ ممكن نشيله هو الواحد ونشيل بقية الحاجات اللي بنشيلها من عينات من الغدد اللينفوية وما الى ذلك من داخل البط ونحافظ على الرحم والمبيض السليم ولو المرض الغير حميد ده في بدايته تمام احنا كده مدرنهاش بس حافظنا على الخصوبة بتاعته طيب نفترض ان في حالة في استعداد وراثي او عائلي ده بقى اللي بيقولوه زي اللي عملته انجلينا جولي او كده لو في استعداد وراثي او عائلي لاورام مبيض وعادة الاورام المبيض الوراثية مرتبطة بالثالي وده بيكون موجود في عائلات معينة طبعا عادة بيبقى فيه اول واحد في العائلة وبعد كده الدنيا طيب ده بنعرفه ازاي؟ ده بنعرفه طبعا بالتاريخ الوراثي او التاريخ العائلي المرضي وبنعرفه بعض التحاليل الجينية اللي بتتاخذ من الدم موجودة الوقت الحمد لله بتتحلل في مصر وفيه طبعا لسه يعني بتتحلل برضو برا هنا نقدر نعمل ايه؟ طيب امتى ممكن يجي لها المرأة هذا المرض؟ مش هيجي قبل الاربعينات اوائل الاربعينات في الميبينات فما جيش انا اكتشفت ان فيه خلل وراثي في العائلة دي وليقيت حتى الجين عند هذه الفتاة في العشرينات اروح اخاف واشي للمبايد؟ لا ممكن اخزن بوايدات اخزن انسجة للميبيت في هذه المرحلة ممكن بس البوايدات هتبقى وقديها فرصة برضو تتزوج وتنجب وعند بس يبقى فيه كشف دوري ومتابعات علشان نشوف ايه الحكاية وعند الاربعين نقول والله احنا تمام قدنا وقت كويس خلفتي وعقويس بالظبط والفرص بتاعتنا انه لو سبنا الدنيا يجي لنا مشكلة في المبيض بنسبة كذا في المية لو شلنا المبيضين هنتفادى المشكلة دي بنسبة يعني 98-99 في المية بس هجي لنا مشاكل تانية ممكن هشاشة تغير مزاج وانعالج المشاكل دي مش هنشيل وانسيل